السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر شفت حضراتكم وتابعتم التصريحات اللي أطلقها رجل الأعمال الأمريكي إيلون موسك إيلون موسك ده طبعا صاحب شركة سبيس إكس لصواريخ الفضاء وللرحلات الفضائية وهو أيضا شاح صاحب شركة تيسلا اللي هي العربيات الكهربائية بالإضافة إلى أنه هو أصبح حاليا دلوقتي صاحب موقع تويتر وما يستجد من أعمال بالإضافة إلى أنه عنده شركة اسمها نيورا لينك إيلون موسك بصفته أنه هو المدير التنفيذي للشركة نيورا لينك أعلن وقال أن خلال ست شهور بالزبط إحنا هنبدأ في غرس شريحة إلكترونية قد القطعة النقدية المعدنية قد كده الشريحة ديت هيتم وضعها وغرسها في قلب مخ الإنسان بحيث هتقوم بعمليات معقدة نيابة عن البشر بحيث الواحد اللي مولوده هو حتى أعمى هيقدر يستعيد الإبصار بتاعه أو هيقدر يشوف زائد أن الناس المعوقين في الحركة بتاعتهم أو اللي أصبهم شلل هيقدروا أن هم يتحركوا بحيث يصدروا التعليمات لهذه الشريحة الشريحة هتكون متصلة بكل الأعصاب بتاعت جسم الإنسان هتبدأ تستعيد الحركة بتاعت جسم الإنسان بالإضافة إلى إجراء كل العمليات المعقدة اللي بيعجز عن إجراءها الإنسان بيعجز عن إجراءها بالإضافة إلى أن الإنسان هيقدر يتوائم وتبقى قدراته أد قدرات الزكاء الاصطناعي بالإضافة إلى معلومات أخرى صادمة أثار جدل أثار الكثير من الجدل بعض العلماء شككوا في المعلومات دي وقالوا دا الراجل دا بيهلوس وإيه دا محض خيال دا افتراء يا ترى فعلا إيلون ماسك هيقدر أنه هو ينفذ اللي هو بيقوله دا وإيه مدى نجاحه في المسألة دي وإيه تأثير اللي بيقوله إيلون ماسك على مستقبل البشرية قبل ما نجاوب لحضراتكم عن الأسئلة دية نعاوز أروح مع حضراتكم في جولة سريعة جدا في بعض الأفلام اللي طرحت اللي هو فيلم الليمبي 8 جيجا ويمكن هو دا العنوان بتاع الحلقة إن شريحة الليمبي تتحول إلى واقع فيلم الليمبي 8 جيجا الفيلم دا كان عبارة عن فيلم فانتازية قوي فيه إن واحد من العلماء نجح في إن هو يبتكر شريحة وقرر إن هو يحطها في جسم الليمبي اللي هو الفنان محمد سعد فحطها في دراعه بحيث عن طريق الكمبيوتر بتاعه بيتحكم في الشريحة دية ويملاها معلومات وبيانات ومن خلالها محمد سعد تحول من محامي فاشل إلى محامي ناجح جدا بشكل غير عادي أصبح مثار الحديث الفيلم دا طبعا اتعمل منذ سنوات طويلة جدا كنا بنتريع عليه وبنتصور إن هو محض خيال لكن ما نعرفش إن هو تحول إلى واقع حتى كمان قبل الفيلم دا وبعد الفيلم دا كان في مجموعة من الأفلام كان اسمها ريزيدنت ايفل أو الشر الكامن اللي كان له مجموعة من الأجزاء فيلم الشر الكامن عن مستقبل البشرية وإزاي إن البشر والعلماء أصبحوا بيخلقوا نسخ مستنسخة من البشر بحيث إن هما بيحطوا ليها قدرات غير عادية بحيث إن هي بتجري عمليات معقدة للغاية وبحيث إن هما من خلال البرامج بيتصلوا بالشريحة الموجودة في جسم أليس بحيث إن هما بتتحول إلى قدرات غير طبيعية وبتتحرك من خلال البرنامج بتاحها والبرنامج بتاحها بيخلق لها قدرات غير عادية فيلم آخر كان اسمه لوسي الفيلم ده كان خطير جدا وصل أو بيحكي إزاي إن بنت حطوا فيها جزء من المخدرات كانت عبارة عن مواد كيماوية فالمواد دي اتفاعلت مع جسمها النتيجة إن أصبحت بتفكر بكامل عقلها كله على بعضه إلى درجة إن البنت عرفت معلومات خطيرة جدا البشرية كلها ما عرفت هاش النتيجة إن هي طبعا في لحظة من اللحظات انتهت أو قضت على نفسيها لأنها مش قادرة تتحمل كل هذا الكم من المعلومات ديت مجموعة من الأفلام حبيت بس كده إيه أعمل لحضراتكم ريفرش من خلالها وفي ذات الوقت عشان أقول لحضراتكم إن دايما الأشياء العلمية كانت في يوم من الأيام عبارة عن خيال فكرين حضراتكم رواية جول فرن عشرين ألف فرسخ تحت الماء الكاتب الفرنسي دا قال لي في الرواية بتاعته ابتكر فيها سفينة بتعوم تحت المية قبل ما الغواصات يتم اختراحها ووصف السفينة بتاعته ديت اللي بتتحرك تحت المية وصف دقيق جدا إلى درجة إن العلماء أخدوا من الابتكارات الأدبية العقلية بتاعت جول فرن كل حاجة تخص الغواصة وبدأوا يصنعوا غواصة بتسير تحت الماء بالإضافة إلى في كاتب بريطاني اسمه H.G. Wells الكاتب البريطاني دا عمل مجموعة من الروايات تحت عنوان حرب الكواكب وضع فيها مخطط إزاي إن البشرية وصلت لكواكب أخرى وفي الكواكب الأخرى بدأت تدور حروب ما بين البشر وما بين الفضائيين وما بين الفضائيين وما بين بعضيهم النتيجة إن الولايات المتحدة الأمريكية أخدت ما هو موجود لدى الكاتب وبدأت تحوله إلى واقع يعني البدايات دائما كانت عبارة عن محض خيال دلوقتي حضراتكم الناس بتقول عن إيلون ماسك إنه هو مجرد محض خيال هل يترى الكلام دا مظبوط؟ عاوز أقول لحضراتكم إنه هم اللي هم العلماء قالوا إن إيلون ماسك راجل بيفرقع وكان الله بالسر عليهم عاوز أقول لحضراتكم مرة تانية إن إيلون ماسك خطت وفكر إنه هو يغزو المريخ إلى درجة إنه هو 1025 هننقل 500 واحد من البشر على كوكب المريخ ونمهد لهم الأجواء زي الصوبات كده ونحط البشر فيها لأن الكرة الأرضية هتتعرض لكرسى من الكوارث في لحظة من اللحظات راح روسيا قرر إنه هو يتشتري منها بعض الصواريخ المستخدمة روسيا عرضت الصواريخ ديت بسعر كبير جدا وهو راجع في الطيارة فتح اللابتوب بتاعه كان قاعد حواليه العلماء قالوا سألهم يا ترى صواريخ الفضاء ديت بتم تصنحها من أنه نوع من المعادن قالوا المعادن الفلاني والترتاني والعلاني بدأ يحسب على الكمبيوتر بتاعه بدأ يحسب 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 قال إحنا لو عملنا شركة الشركة ديت تنتج وتصنع صواريخ الفضاء هنكتشف إن الصواريخ اللي إحنا هننتجها جديدة أقل تكلفة من اللي إحنا هنشتريها وهي مستخدمة وفعلا أنشأ عنده شركة سبيس إكس اللي هي للفضاء النتيجة حضراتكم دلوقتي حاليا شركة ناسا الأمريكية بتتأجر منه الصواريخ بتاعته بمليارات الدولارات بتتفق معاه على مجموعة من الرحلات إن هو يقوم بيها نيابة عنها كان في السابق بيقولوا إن إيلون ماسك رجل متخلف عقليا وكلامه مجرد فرقعة إيلون ماسك أسس شركة نيورالينك سنة 2016 وأعلن سنة 2016 إن هدف الشركة دي التوصل لشريحة تتركب في الدماغ البشري بحيث تقوم بالتعقيدات أو تقوم بالأعمال المعقدة نيابة عن المخ وفي ذات الوقت الشريحة دي تحمل إنسان من السكتات القلبية والجلطات الدماغية بالإضافة إلى إن هي تشغل الحاجات المعطلة في الجسم زي الأطراف اللي ما بتتحركش الناس المقعدة الناس اللي أطرافها أساساً ما بتتحركش الشريحة دي تتواصل مع الشعيرات الدموية والأطراف الحساسة بحيث تدي التعليمات عبر الأفكار بتاعة الواحد فتشغل الأجهزة دي والمناطق المصابة بالعطل إيلون ماسك ألف تصريحاته منذ ساعات قليلة إن الزكاء الصناعي متطور والإنسان لن يستطيع مواكبته وهذه الشريحة ستجعل الإنسان مواكب لقدرات الزكاء الصناعي يعني يقدر المخ البشري إن هو ياخد ملايين المعلومات عبر جهاز الكمبيوتر لإن الشريحة دي متواصلة مع الحاسب الآلي عبر البلوتوس بحيث من خلال الكمبيوتر بتاعك لو إنك إنت عاوز تعرف كل حاجة تخص مادة الأحياء أو مادة الرياضيات أو نظرية نسبيا أينشتين مثلا أو مثلا أفكار الفلسفة تقدر إنك إنت تحط كل الأفكار ديت والمعلومات ديت والبيانات ديت والإحصائيات ديت على الكمبيوتر ومن الكمبيوتر تقدر بلوتوس تروح مخزينها على الشريحة النتيجة وصلت لك المعلومات في خمس دقائق النتيجة إنك إنت عندك موسوعة غير عادية دا اللي قاله إيلون ماسك إن العقل البشر هيكون متطور جدا إيلون ماسك قال كمان في تصريحاته بالأمس إن تم زرع الشريحة في القرود والنتيجة إيجابية والأرود بدأت تتعامل مع عمليات كمبيوترية معقدة جدا لدرجة إن الأرود بدأت تكتب مصطلحات وكلمات معقدة وتتعامل مع عمليات حاسبية معقدة وقال إن أول تطبيق للشريحة ديت على البشر هيكون خلال ست شهور وهتكون مخصصة لاستعادة البصر حتى لو الواحد اتولد وهو كثيف تقدر الشريحة ديت إن هي ترجع البصر مرة تانية من خلال التعامل مع مركز الإبصار في المخ وقال إنها تمكن حركة العضلات لدى الأشخاص المعوقين من استعادتها مرة تانية وقال كمان إن الشريحة ديت هيتم تطورها بحيث تسمح للناس قراءة أفكار للآخرين وحفظ الزكريات وإعادة عرضها واستدعاء السيارات بتاعتهم من خلال طبعا نظام التحكم عن بعد هو ده اللي قاله إيلون ماسك معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك إن مستقبل البشرية زي ما قالت الأفلام بالزبط هيتحقق لأن إيلون ماسك برضو استمد أفكاره من الأفلام والأدب والخيال العلمي عاوز أقول لحضراتكم إن ده مش وهم على فكرة زي ما قال العلماء لأن غالمية الأشياء المنتجة عن طريق العلم هي كانت في البداية محض خيال تماما تخيلوا حضراتكم كل الأفلام اللي احنا شفناها اللي هي أفلام الخيال العلمي تتحول لواقع إن الواحد عن طريق أفكاره فقط لغير يقدر يتواصل مع ناس في نهاية العالم في التو واللحظة عبر الأفكار بتاعته إنك إنت تقدر تبعث الرسائل بتاعتك بإيه حيث؟ مش مجرد نظارة زي نظارة جوجل كده تركبها على عينك فأنت تقدر تتحكم فيها لأن جوجل برضو اخترعت النظارة دي بحيث إنك إنت تقدر تبص كده من خلال النظارة على التطبيق وتقدر من خلال أفكارك تقدر تدي له أردر النتيجة إنه بيتم التنفيذ يعني فيه نظارات النظارات دي بس غالية شوية بتتحط على العين فيه النظارة عبارة عن أشبه بشاشة كمبيوتر فيها كل التطبيقات قدام عن سياتك بتبص مثلا للأبليكيشن بتاع جوجل تروح بسسله يروح مفتوح يعاوز تدخل على الموقع الفلاني قراءة أفكارك عينيك الإشعاع اللي بطلع منها بيترجم كل ذلك على شاشة النظارة فورا على طول مباشرة بيستدعي كل المعلومات اللي انت عاوزها بس الميتافيرس على الفيسبوك عالم الميتافيرس دلوقتي العالم بيستعدله إلى درجة إن في بعض الشركات وبعض الدول استأجرت غرف وشقق في العالم الافتراضي ده بملايين الدولارات تخيلوا طبعا الكلام ده هنخصصته حلقات لإن طبعا عالم الميتافيرس عالم ضخم جدا وشركة ميتا اللي هي صاحبة الفيسبوك بتستعد لهذا العالم زي نظام كده فيلم الافاتار ماهو برضو الفكرة مستمدة من هذا الفيلم تعالوا نشوف بعض التصريحات وإيه قاله إيلون ماسك حول هذا الاختراع شريحة إيلون ماسك للأدمغة بين الشك وفشل التجارب الفعلية طبعا البشرية بتستعد للدخول لعصر خطير جدا عصر متطور جدا عصر مستمد من وحي أفلام الخيال العلم اللي احنا كنا بنتريع عليها ارجعوا بالمعلومات أو للمعلومات اللي احنا طرحناها لخضراتكم وقرنوها بما طرحه الأدباء قبل ذلك في مراحل سابقة حرب الكواكب جولفيرن عشرين ألف فرسخ تحت الماء رحلة إلى مركز الأرض كل الروايات ديت كانت في لحظة من اللحظات محض خيال ومجرد أقاصيص لكن العلماء نجحوا فإنهم يستمدوا أفكارهم من خلال هذه الإبداعات السابقة بعض بيصخر من إيلون ماسك ويقول لا 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 ده رجل بيحاول أنه هو يفرقع لكن من وجهة نظري أنا لا ما هيش فرقع لأنها عما قريب جدا هتتحول لواقع في كل الأحوال ربنا يسطرها على البشرية أراكم على خير اشتركوا في القناة